كولر وبالمناسبة مارس الكولر في رأيي ومع كامل الاحترام للجميع هو أعظم مدير فني أجنبي خلال سنة ونص هو أنا بقوله وعرفاك من سنة من سنة كنت بقول كده هو أعظم مدير فني أجنبي دخل مصر هتقوله يا كريم في مدربين أجانب أعظم منه هقولك من وجوده ده أشي أنا بحب من وجوده ده جدا بعشقه بس مارس الكولر تبقى لكواليتي اللاعبين والظروف اللي بيعيش فيها دي ويحقق كل هذي سبع بطولات في سنة ونص مارس الكولر على مستوى تطور اللاعبين فرديا على مستوى تطور الفريق جماعيا كل شيء مارس الكولر ما شفتش بعناية مدرب أجنبي زيه ما أنه اليوزي ده هيبضل معشوق الجميع في كورة قدم المصرية كلها طبيعي جميع الأهلي أولا ولكنه انجازاته وتأثيره وشخصيته وكريزميته كل حاجة بس مارس الكولر لا 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 مختلف حتى لما بيحط تشكيل غلط بيعرف يعدل أموره بيقرى المنافس بشفل كويس أكيد عنده بعض الأخطاء في بعض المباريات أكيد زيه مدرب بيبجورديولا عنده أخطاء في بعض المباريات بس مدرب في المجمل بيدكز بيشتغل بيتعب بيكتهد ما عندهش لعيب كبير ولعيب صغير وبمناسبة دي برضو هكمل نقطة مهمة في بعض الناس قالت في الفترة الأخيرة مارس الكولر بيظلم بعض اللاعبين قالك بيظلم كهربا فالراجل أشرك كهربا قالك بيظلم أكرم توفيق فأشرك أكرم توفيق المباريات الماضية عادي جدا الراجل ده عنده أزمة واحدة بس مع اللاعبين وأنا هسلم عليه وقوله أنا معاك أنت برافو عليك اللعيب اللي بيعترد اللي بيمطعد اللي بيقفش ويتدايق أي من أشرف اتدايقت وهو لعيب جامد جدا وكل حاجة مش معايا أحمد العبدالقادر التالعيب مش معايا صلاح محسن مدائي مش معايا محمد مكدي أفشة محمد مكدي أفشة اللي غير المباراة بالنسبة للأهل النهاردة من وجهة نظر رغم أن إمام عشور هو اللي خد أفضل لعب في المباراة بس محمد مكدي أفشة لعمره عمل أزمة ولا مشكلة ولا ديء ولا زعل رغم أنه من كم شهر كان نجم الأهل الأول بس مع مرسل كرة مش هو اللاعب الأساسي مش هو اللاعب المفضل بس دايما أفشة لما بيشارك في أي توقيت تلاقيه جاهز ينزل شوق تاني في مطش الودادة هتلاقيه مكسر الدنيا ينزل النهاردة في شوق تاني تلاقيه مكسر الدنيا ومباراة كتيرها شبه كده ده لعيب يحبه مرسل كولر ما يستغناش عنه حتى لو هو تكتكيه أنا فنية مش هو اللي بيعمله كله وعايزه بس هلاقيه لك وقتك مش هقولك اطلع بره خالص